السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام التقليل من شأن نفسك لإرضاء الطرف الآخر خطأ لا يغتفر وبيبدأ فيلمنا مع كيفين وبنشوفه هو واقف بيعزف في الشارع مقابل إن الأشخاص اللي بيشوفوه يدولوا فلوس وبيكون بيعمل كده علشان يجمع أي مبلغ من خلال موهبته وبعدها بنشوف شاب جاي يقرب نحيته وبيعمل نفسه إنه بيوطي على رجله ويعدل حاجة في لبسه لكن كيفين بيكون الأم منه ومن الواضح عليه كده إنه يعرفه وبنلاقي الشاب بيحاول يهديه وبيقنعه إنه مش عاوز يأذيه وبيبعد عنه شوية وبعدها بيقرب من تاني وبيسرق شنطة الفلوس اللي جمعها وبيجري وراء كيفين لمسافات طويلة لغاية ما الشاب بيتعب من الجري وبيترجاء إنه يسامحه لإنه مريضه محتاج لأي فلوس وللأسف بيصعب على كيفين جدا وبيحاول يساعده وبيعرفه إنه لو كان طلب منه أي فلوس كان هيديله فبيحاول يلمح له الشاب إنه محتاج 10 دولار بس وبنتفاجئ بكيفين وهو بيديله الفلوس وبيعرفه إنه لو احتاج أي حاجة في أي وقت يجيله وفي الآخر بيحضنه بعض وبيرجع كيفين من تاني لمكانه وبنشوفه وهو في الطريق وبيكون الشيء المفرح في الموضوع إنه بالرغم من إن كيفين في أمس الحاجة للفلوس إلا إنه بيساعد اللي أقل منه بدون تفكير وده إن دل على شيء فإنما يدل على حسن أخلاقه وبنشوفه وهو بيعزف بالليل أغنية مختلفة خالص وبيغني معاها والحقيقة إنه صوته بيكون في منتهى الجمال ولما بنشوف طريقته في الغنى بنفهم إنه مجروح من حد كان واثق إنه بيحبه وبيبقى واضح إحساسه في طريقة انفعاله وأول ما بيخلص بيتيجي جولي وبتبقى منبهرة جدا من طريقة عزفه وكلمات الأغنية وبيتفاجئ إنها ديت له عشر سنت بس وبتسأله لو كانت أغنيته الخاصة ولا بتاعت مطرب مغمور محدش عارفه فبيعرفها إن كلمتها من تأليفه هو وكمان إن لحناها هو بيحاول يكتهد فيه ويطلعها بأفضل شكل وبتبقى جولي فضولية جدا وبتسأله لو كتب الأغنية دي علشان علاقته القديمة في الأول بيقول لها لا لكن بعد كده بيعرفها إنها كانت لحبيبته اللي مشت من دنيته فبتفتكر جولي إنها باتت لكنها بتكون عايشة وقررت تنفاصل عنه علشان ظروف معيشته صعبة وبنعرف من خلال كلامهم مهنته الأساسية وهي صيانة الأجهزة فبتعرض عليه إنه يصلح لها المكنسة الكهربائية بتاعتها وبيوافق طبعا بأقل سعر ولما بيروح كيفين البيت بيكمل عزفه وهو بيحاول يتصل بكاسر حبيبته لكنها ما بتردش عليه والتاني يوم بتوصل جولي الكيفين علشان يصلح لها المكنسة لكنه بيعرفها إنه ما معهوش أدوات التصليح في الشارع فبتقترح عليه إنهم يروحوا يشربوا قهوة ويكلوا في مكان وبعدين ياخدها للمكان اللي فيه أدوات الصيانة الخاصة بيه وفعلا بيروحوا مع بعض للمطعم وأثناء ما بيكونوا قاعدين مع بعض بتعرفوا جولي إنها بتحب العزف على البيانو لكنه مش موجود عندها للأسف بسبب سعره العالي وبتكمل وبتقوله إن اللي حببها في الموسيقى كان والدها لأنه كان عازف ضمن الأوركسترا ولكن بعد زمن جالوا التهاف في الأعصاب وما بقاش قادر يعزف فقرر إنه ينتحر لكنه قبل ما يفارق الحياة زرع في قلبها حب الموسيقى وبيستغرب كيبين جدا من طريقتها وهي بتتكلم بمنتهى السبات عن قصة فقدانها الولدها بالشكل ده وبيروحوا بعدها المتجر بيع آلات موسيقية بتأذر فيه البيانو بالساعة علشان ما تنساش العزف عليه وأثناء ما بتكون دخلة بيعرفها صاحب المتجر إنها ما تعزفش على آلة معينة لإنها تباعد وبتبدأ تعزف جولي على البيانو وبيبقى عزفها ساحر بالنسبة لكيبين وبيبقوا هما الاتنين لأول مرة يشاركوا أحد اهتمامتهم وأول ما بتخلص بتطلب منه إنه يساعدها في عزف مقطوعة تانية وفعلا كيبين بيعمل كده وبيبدأ يمشي مع المقطوعة كلمات أغنية من وحي خياله وبينساجموا هما الاتنين مع بعض وبعدها بيخرجوا من المتجر وبينشوفهم وهمة في طريقهم لمحل صيانة الأجهزة الخاص بكيبين وبتسأله جولي عن حكاية البنت اللي بيغنيلها كل الأغاني دي فبيحكي لها كيبين الحكاية في أغنية وبيعرفها إنه في يوم من عشر سنين كان بيحب بنت أيرلندية لكن بعد سنين كتير من ارتباطهم سابته وخانته مع شخص تاني وهو في الوقت الحالي أصبح قلبه محطم ومتكسر لمية قطعة بعيدة عن بعضها وبيختم الأغنية بأنه من بعدها بقى عبارة عن راول تافه وملوش أي طموح أو إنجاز حققه لكن مسيره في يوم هيقدر يرجع حياته الطبيعية من تاني فبتسأله جولي مرة تانية عن مكانها وإذا كانت لسه مع الشخص التاني ولا لا ولو هو هيحب يرجع لها في يوم فبيفهمها كيبين من خلال باقي أغنيته إنها حاليا في لندن وهجرت الشخص التاني وبيوصفها بالقمامة واستحال يشيلها من السلة ويرجعها لعنده على الرغم من إننا شفنا بيحاول يتصل بيها وبنروح لمكان الصيانة الخاص بيه وبنتعرف على والده هناك واللي بيكون اسمه مارك وبيبقى واضح الانبهار على جولي من زكائهم وتعاونهم مع بعض في صيانة المكناسة الخاصة بيها وبيروحوا هما الاتنين مع بعض الأوضة علشان تسمع أغنيته اللي سجلها ولما بتطلب منه إنها تمشي بيعرض عليها إنها تبات معاه فبتتصدم جولي فيه وبتسيبه وبتخرج عن طريقته معاها آخر مرة في الأول جولي بترفض الاعتذار لكن بعد ما بيقنعها عن طريق إنه بيهديها باستوانات موسيقية بتوافق على طول وبتاخده معاها للبيت اللي عايش فيه وبتعرفه على والدتها وبنتها إيفونيكا وبتكون دي أول مرة يعرف فيها كيفين إنها كانت متجوزة وبيتعاشوا مع بعض وبتبقى والدتها معجبة بي وبتعرفها إنه شاب وسيم ولما بيسألها عن زوجها بتقوله إنه مش عايش معاهم من زمان وبنفهم إنهم منفصلين عن بعض في نفس الوقت بيوصل مجموعة شباب وبنعرف من جولي إنهم جيرانها وبيجوا علشان يتفرجوا معاهم على التلفزيون وبيبقى واضح مدى الفقر اللي محاوت كل اللي تعرفهم جولي بالرغم من إن موهبتها جميلة وتستحق حياة أفضل وقبل ما يمشي من عندها بيحاول يقنعها إنها تساعدوا في تقليف كلمات جديدة الأغانية فبتوافق جولي وبتشكره أخيرا إنه بقى موجود في حياتها ولما بتيجي تسمع اللحن بتكون بطاريات المسجل خلصت فبتنزل للسوبر ماركت علشان تشتري بطاريات وأثناء ما بتكون في الطريق بنشوفها وهي بتحاول تسرد كلمات أغنيتها مع اللحن اللي سمعها وبتبقى أغنيتها كأنها بتلوم شخصها جارها بسبب فشلها في حياتها وبتكون عايزة تسأله عن سبب تحطيمه لقلبها وبتكمل لوم وبتعرفه إنه كان من الأفضل إنه يقف جنبها ويشجعها بدل ما يهجرها وبنفهم كمان إنه حاول يرجع لها لكنها مش مقتنعة بحقيقة مشاعره تجاهها ومن ناحية تانية بنشوف كيفين وهو بيسترجع ذكريات حبيبته كاسري وبتكون هي مصدر إلهامه في تقليف كلمات أغنيه وهو كمان بيفضل يلوم عليها علشان فضلت عليه شخص تاني وبيوصلنا إحساسه بالعجز قصادها لإنها بتتطور أسرع منه وبتقدر تحقق إنجازات حياتها على عكسه هو اللي بيكون مازال واقف في نفس النقطة اللي سابته عليها اللي ألفوها وعزفوها مع بعض وبتفرح جولي جدا بالفكرة وبتوافق فورا وبيروحوا سوا لليلستوديو وبيكون المسؤول عنه عايز يأجر الساعة بسعر غالي عليهم لكن جولي بتقدر تقنيعه بأقل سعر وبتبقى حجتها إن كيفين فنان وموهوب وهيكون سبب في انتشار سمعة للمكان وفعلا بيوافق وبيروحوا بعدها علشان يشتروا بدل الكيفين وبيبقى محل الملابس اللي زروه أسعاره رخيصة لكن لإن كيفين قوامه بيكون ممشوق بيبقى شكله لافت للأنظار وبيروحوا بعدها المتعاهد مناسبات وبيقنعوا بأغنية كيفين اللي تسجلت وبتقنعه جولي إنه يسمع الأغنية براحته وهو في بيته وإذا تسجلت بشكل احترافي هتبقى أفضل بكتير وفعلا بيقتنع المتعاهد وبينضي العقد مع كيفين وأثناء ما بيكونوا ماشيين في الشارع بيقابلوا مجموعة عازفين وبيقترح عليهم يسجلوا الأغنية بشكل كامل وفعلا بنشوفهم وهم معاه وبيتمرنوا على العزف في بيته وبعدها بيروحوا للإستوديو ومسؤولي التسجيل بيسألهم لو سجلوا أغاني قبل كده وعندهم خبرة ولا لا وبيكون ردهم إن دي أول مرة يسجلوا للأسف وبنفهم من مسؤولي التسجيل سبب السؤال لما بيقولهم إن العزف في الشارع وتجهيز الآلات مختلف عن تجهيز الآلات للتسجيل وبيروحوا يجربوا التسجيل مع بعض وبيدخلوا في قوضة عازلة للصوت ولما بيبدأوا التدريب قبل التسجيل بيسخر منهم مسؤولي التسجيل جدا وما بيكونش مهتم يسمعهم وبيفضل يقرف مجلة معاه لكن لما بيبدأ كيفين يغني ويندمج أكتر مع أغنيته ويحس بانفعالاته بيكون أداءه مبهر وملفت للأنظار والمسؤول نفسه بيحس إنه كان ظلمهم وبيبقى مستغرب إن فنان زيه محدش يعرفه ولما بيخلص بيهني على فنه وموهبته الجميلة وبيتنبأ له بإنها هتنال إعجاب الجميع وبيستمر كيفين في تدريباته في شقة جولي ومعاه الفرقة ومسؤول التسجيل اللي تقريبا بقى واحد من فريقهم ولما بيجي يوم التسجيل الحقيقي بيتجمعوا كلهم في الاستوديو وبيطلب كيفين إنه يشرب شيء قبل ما يغني فبتقوم جولي علشان تحضره هي بنفسها لكن وهي في طريقها بتكتشف قوضة فيها بيانو ولإنه بيكون نقطة ضعفها فبتنسى الشاي وبتقعد تعزف معزوفة صغيرة من ضمن قيمة معزوفاتها وبيسمعها كيفين وبيعرف إن هي اللي بتعزف وبيجيلها لغاية عندها وبيشوفها وهي متأسرة جدا بالأغنية اللي ألفتها اللي كانت بيتلوم فيها حبيبها على هجرها وبنتفاجئ لأول مرة إن صوتها حلو جدا وبنعرف من كلامهم مع بعض إن من ضمن الأسباب اللي حبيبها تخلى عنها بسبابها هي وجود والدتها معاها باستمرار بس الشيء المفرح إنها ما بتتخلاش عن والدتها لإنها وحيدة وضيعت عمر كبير من حياتها عليها وبيتفق معاها إنهم يسفروا مع بعض اللندن ويعيشوا في مكان محدش يعرف عنهم حاجة ويكملوا حلمهم هناك لإن لندن هي مدينة الشهرة بس لما بتطلب منه إن والدتها تكون معاها وبتشوفه ساكت بتعرف إن مازالت والدتها عائق ليها وبتختارها للمرة التانية وبتغير الموضوع مع كيفين علشان ما تخسروش وبعد ما بيسمعوا الأغنية في الستوديو بيقترح عليهم مسؤول التسجيل إنهم يسمعوها بسماعات مختلفة ما تكونش مجسمة علشان يقدروا يحكموا على جودتها وبيخرجوا مع بعض بالعربية وبيسمعوها وهي شغالة وبنلاحظ السعادة اللي كان محروم منها كيفين بسبب فشله وأخيراً اترسمت على وشه والأمل رجع له من أول وجديد وبيروح للشاطئ وبيكون فاضي وتقريباً ما فيش حد غيرهم وبيلعبوا وبيطبستوا فيه من قلبهم وبتبقى الأغنية شغالة في العربية ومستمتعين كلهم بإنهم عملوا إنجاز حتى لو كان بسيط وأخيراً بيسلمهم مسؤول التسجيل اللي استوانا الخاصة بيهم وبيكون فيه منها أكتر من نسخة علشان كل واحد من الفريق يستلم نسخته الأصلية وبيتمنى ليهم التوفيق وبيمشي هو وجولي مع بعض وبيدلها نسختها من الاستوانات وبيكون باقي ساعات على سفر كيفين للندن لوحده وبيطلب من جولي إنها تقعد معها شوية بس هي ما بتكونش عايزة تعلق نفسها بإحساس مش دايم وبتعرفوا إن مفيش فايدة من خروجهم مع بعض لإنه في الحالتين هيسافر لوحده ولو ده حصل هتبقى بتجدب على نفسها لكنه بيحاول يقنعها إنهم يعيشوا اللحظة بلحظتها ومايفكروش ممكن يحصل إيه بعدها فبتقتنع جولي بكلامه وبتعرفوا إنها فعلاً كانت مبسوطة وهي معاه وما بتفكرش إيه اللي هيحصل في المستقبل وبتوعدوا إنها لو عرفت تقابله بالليل هتكلمه ولما بييجي الليل بيفضل كيفين مستنيها حتى من غير اتصال منها وبيبقى عنده آمل إنها تعمله مفاجأة وتجيله بدون اتصال ولكن للأسف بنشوف كيفين وهو محبط جداً وبيدخل من تاني المكانه وتاني يوم بنلاقيه بيسمع والده الاستوانة الخاصة بيه وبيبقى واضح التركيز جداً على والده والحزن لإن ابنه الوحيد هيبعد عنه ولكن كيفين بيسيء ظنه وبيفتكر إن والده ما عجبتهوش الأغنية وبيتفاجئ إنها عجبته وبيتنبأ له بإنها هتنتشر وهتعمل قنبولة في لندن بس في سانيا بيرجع لحزنه تاني لما بيعرف إنه هيسافر بعد 18 ساعة ولما بيحس كيفين بدا بيعرفه إنه يقدر يأجل سفره ولإن الأب بيكون مشجع جداً لموهبة ابنه بيأكد عليه إنه هيكون بخير من غيره وبيقوله إنه عايش طول حياته وحيد بس الفترة اللي فاتت كان ابنه مشغول عنه مع حبيبته ولكن المرة دي هيستحمل الوحدة لإن ابنه هيكون مشغول بتحقيق ذاته وقبل ما يسافر كيفين بيحاول يوصل لجولي بأي طريقة لكنه مش بيلاقيها فبيقرر إنه يسيب لها ذكرى مهمة وهتفرحها جداً وبيروح يشتري لها البيانو وأثناء ما بيكون في طريقه لندن بتكون بتستلم البيانو وهي في منتهى السعادة وبينتهي فيلمنا وإحنا شايفين إن تحقيق أي حلم بنحلامه بيبقى نابع من ثقاتنا في نفسنا وسعينا وراه وكمان بنعرف إن أي وقت كسرنا وتعرضنا فيلم إحنا بنعدي بالأمل والاجتهاد واليقين بإن المنح مصيرها تيجي والحزن هيزول وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات اتش دي فيلم